من موقع استراتيجي مصنف على قائمة التراث العالمي إلى ثكانات عسكرية للقوات الأجنبية والمرتزقة القادمين من خارج المحافظة هكذا بدت سقطرة بعد عام على الانقلاب بفعل دعم إماراتي وتواطئ سعودي الجزيرة التي ظلت بمنأة عن الصراع الدائر في البلاد طوال الفترات الحرب أراد لها الأشقاء أن لا تكون كذلك وبدلا من أن تتجه قواتهم نحو معركة استعادة الشرعية ذهبت إلى سقطرة لتصنع انقلابا آخرا عليها عسكرة الجزيرة من قبل تحالف الرياض وأبو ضبي طالت معظم المواقع الحيوية والبداية من الميناء الذي تحول إلى مركز تفريغ شحنات ومعدات عسكرية ومسلحين قادمين من خارج الجزيرة وفيه تتمركز قوات سعودية وأخرى تابعة لمليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات لم تنضي أيام على الانقلاب حتى سارعت الإمارات إلى إنشاء قاعدة جوية تضم أماكن للمروحيات بإشراف إماراتيين ومصريين وعدد من الخبراء متعددية الجنسيات فيما تظهر صور جوية آليات ومعدات عسكرية ومدرعات حديثة سعودية في مبنى إدارة حماية البيئة الحكومي بعاصمة الجزيرة حديبو بحرياً عمدت أبو ظبي إلى إنشاء موقع عسكري للمراقبة البحرية في مركز شوعب غرب سقطرة بعد أشهر من إنشاء الأول في رأس قطينان وموقعين آخرين غرب الجزيرة برياً تحكم الإمارات سيطرتها على مقر اللواء الأول مشاتم بحري في منطقة موري ومعسكر القوات الخاصة ومركز الشامل الأمني ومقر إدارة الشرطة ومعسكرات الحزام الأمني في حديبو وقلنسيا وعدد من مراكز الشرطة في مديريات الجزيرة توسيع لنفوذ تسابق فيه أبو ظبي الزمن ومن خلفها شقيقتها الرياض بتمرير مخططاتها وتنفيذ أجندتها بعيداً عن معركة السعادة الشرعية اشتركوا في القناة